لا يبدو بأن الأثار المترتبة عن التحديات المتراكمة على اقتصادات دول الخليج قد انتهت فالأرقام التي تكشف الاحتياطيات النقدية لهذه الدول لم تزل تظهر استمرار تراجع هذه الاحتياطيات مع مرور كل شهر فبحسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية فأن حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية قد انخفضت بواقع 300 مليون دولار في يونيو الماضي لتستقر عند مستويات 30 مليار و600 مليون دولار أمريكي وفي الوقت الذي لا تنحصر احتياطيات الكويت فيه على سندات الخزانة إلا أن هذه السندات تشكل نحو 5.2% من إجمالي أصول الكويت الخارجية والتي قدرتها وكالة مودز عند 580 مليار دولار يتولى الصندوق السيادي للبلاد إدارتها في حين تتوزع هذه السندات إلى طويلة وقصيرة الأجل تصل نسبة طويلة الأجل فيها إلى نحو 94% في حين تشكل السندات وقصيرة الأجل ما نسبته 6% هذا ولم تكن الكويت الوحيدة التي وصلت خفض حيازتها من السندات الأمريكية إذ كشفت البيانات عن خفض السعودية لحيازتها من نفس السندات بنحو 5 مليارات و400 مليون دولار لتصل إلى 98 مليار و300 مليون دولار منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية بالإفصاح عن تفاصيل حيازة الدول من سنداتها والأرقام لم تزل تظهر في مشملها عن انخفاض حيازة دول الخليج على العموم من هذه السندات وهو أمر يعكس حجم الضغوط المستمرة التي لم تزل ميزانيات هذه الدول تتعرض لها